التهديد يؤثر قليلاً ولكن ليس بمستوى الخوف اليومي وما إلى ذلك كمواطنين في شمال البلاد كان هناك بعض التغير في روتين الحياة منذ بداية الحرب لكن ليس بالتغيير الكبير مع ذلك نحاول الاستمرار في الحياة العادية والمحافظة على الروتين اليومي أنا أشعر بالخوف وأعتقد أن الجميع يشعرون بالخوف لكن هذا ليس سبباً لنغادر أو نهرب الطقس جميل اليوم ونحن خرجنا مع الأطفال للتنزه هذه الحرب الغبية التي أسميها بحرب الانتقام الحل هو سياسي أنا ليس لدي جزء من هذه الاحتفالية الدائرة لدي ابن مصاب في رجلها من الحرب وابني الآخر أنهى خدمة الاحتياط للمرة الثانية لا أشارك هذا الشعب الأحمق وكل هذا المهرجان المقزز يجب على الجميع أن يجلسوا ويتحدثوا والاستمرار في ذلك حتى الوصول إلى السلام العرب لديهم كل الأفضليات الإيجابية واليهود والغرب أيضاً لديهم إيجابيات إذا جلسوا وتحدثوا واتفقوا ممكن أن يصلوا بعيداً أنا لا أخشى ولا أخاف الروتين الحياتي مستمر كالعادة أنا أستاذ ونحن هنا لكي نستمر ولا نشعر بالخوف ولا نهاب من هذه التهديدات أعتقد أن هذه التهديدات موجودة بزخم في الإعلام أكثر من ما هي موجودة في الشارع ترجمة نانسي قنقر